بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نبدأ تدريس مادة جديدة في ماجستير الأنظمة السايبر مادية بجامعة الأقصى المادة هي مادة ريادة الأعمال والابتكار التربرينيورشيب and innovation المادة هي مادة أساسية وربما أنه هاي المادة مش بس مهمة لطلاب الماجستير ولكن هي أيضا مهمة لكل شخص وبالأخص يعني كل شخص جامعي لأنه هي بتفتح له أفاق العمل من نظام ريادة الأعمال أنه يفتح شركة خاصة فيه يفتح بزنس خاص فيه لفكرة هو مؤمن فيها المادة اليوم نحن ندرسها بنظام إلكتروني ونسأل الله السلام للجميع حتكون كل المحاضرات مسجلة على اليوتيوب حاول قدر الإمكان أنه أخلي المادة نوعا ما مختصرة ومركزة اليوم هستعرض في هذا المحاضرة الكورس سيليباس وصف المساق طبعا اسم المادة انتربرينيورشيب اند انوفيشن المادة ثلاث ساعات معتمدة وصف المساق الانتربرينيورشيب اند انوفيشن ينظر في التعامل من المادة في الناس المادة في الانترسها لتأخذ من المادة في الانترسها إلى الانترسها لتأسيس شركة معينة تأسيس بيزنس سوف تتكلمين الأهم المواضيع في ريادة العمال توليد الفكرة بناء الفريق عرض الفكرة تحديد الميزة التنافسية حماية الفكرة والملكية الفكرية المترجمات تحديد الميزة التنافسية تحديد الميزة التنافسية تحديد الميزة التنافسية الزبائن وتحسين المنتج أو الخدمة أهداف المساق The course aims at providing essential knowledge needed to allow students to evaluate their idea and project and assist if it can be leveraged into viable startup يعني هو الهدف من المساق أنه يعطي الطلاب المعرفة الأولية اللي بتمكنهم أنه يقيموا أفكارهم أو مشاريعهم ويقرروا إذا ممكن تتحول إلى شركة ناشئة أم لا The course will guide the students on how to refine the ideas their ideas to meet the market demand وكيف أنه ينقحوا أفكارهم عشان تستجيب الاحتياجات السوق and compete with other alternative or similar solutions وإنه تقدر تنافس المنتجات المماثلة أو الحلول المماثلة A further it will burden students thinking beyond that technical aspects like marketing business financial aspects which are usually not tackled during any technical course و أيضا مش فقط المواضيع التقنية ولكن أيضا مواضيع لها علاقة خلينا نقول بالمال ودارة العمال البزنس والتسويق والأمور المالية بعد نهاية المساق على تقلق المساق المعلمين يجب أن يتعلم كيف تفكر في أفكار التي تحصل على أفكار ويجبها ويجبها لتحصل على المساق بطالب أن الطالب يستطيع أن يفكه في أفكار لبزنس والتسويق لها وحل مشاكل أو مسائل بطريقة كفاء ومميزة تجد تعريف السوق المستهدف المنافسين الميزة التنافسية ومعلم كيف تفكر المنافسين حكينا على الأمر هذا كيف تبني فريق ناجح ومعلم كيف تحصل على المستهدف وتحدد المصادر المطلوبة تعريف السوق المستهدف كلها عرضناها سابقا في الوصف كيف تكتبون بيزنس بلان كيف تكتبون بيزنس بلان كل هذا الأمر عرضناها وحكينا عنها يعني في الوصف هنا حولناها الأهداف طبعا الموضوع الرئيسية اللي حنتناولها هي مجموعة من المحاضرات الموضوع الأول التعرف على ريادة الأعمال التعرف على استكشاف الفرص وتوليد الأفكار تحليل جدوى كتابة خطة عمل تحليل السوق والصناعة والمنافسين بناء بيزنس بلان موديل تحليل السوق الكتاب المقرر من النسخة السادسة طبعا 2019 الكتاب بعنوان تحليل السوق تحليل السوق المؤلفين بروس باريغر و دوان إيرلاند تحليل السوق في أيضا مجموعة كتب أخرى يمكن الكتاب اللي أيضا ممكن استعين فيه اللي هو الكتاب الأخير هنا اللي هو انتربرنيورشب من دار الناشر وايلي و طبعا اللي هنا مكتوب انه 2011 النسخة لكن اليوم فيه نسخ منها 2014 وأعتقد 2019 فيه أكثر من نسخة المادة فيه امتحان متر ممكن نخلي أغلبه نظام خلينا نقول أسئلة اختيار متعدد هاي باعف منتصف الفصل وفيه عنا انتحان نهائف نهاية الفصل 50% وحناخد أوراق بحثية إما أنه نكتبها أو نحللها طبعا موضوعين يعني ممكن ناخد شيء للتحليل في الموضوع في موضوع ريادة الأعمال أوراق منشورة وممكن كمان نكتب أوراق أخرى يعني كلاهما إن شاء الله وارد التقييم 20% عليها وأيضا 10% على العرض هاي توزيع المادة المادة طبعا هنستعين في الكتاب اللي ذكرته اللي هو من دار نشر برينتس هول موجودة الفصول هاي اللي هي الانتردكشن اللي هنغطيه في اسبوع ، أ Villa بالتأكد ؟ بيزنس موديل ماركتنج ماركتنج طبعا هاي بتفترض انه احنا فصل طبيعي اربع شهور لكن احنا الفصل الحالي فصل مدته شهرين فبالتالي حيكون الوقت اللي هاي مقسم على اثنين فاينانس بيزنس بلان وايضا زي ما حكيت لو بسمح الوقت هنعرج على الفريلانسينج والرسيرتش بيثودز هيك انا بكون يعني مريت بشكل موجز طبعا هرفع المادة كلها على والمصادر اللي بتخصها على الموديل وعلى اليوتيوب هننتقل بعدها ان شاء الله في فيديو اخر الى الموضوع الاول اللي هو موضوع الانترودكشن تو انتربرنيورشيب اللي هو الفصل الاول يعطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة